مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي أحكي عن الجمعة 13 ديسمبر كانون الأول اليوم الأمر مرافقنا من برش مائي برش السرطان وصارت الأجواء أفضل بكتير بكتير للأبراج المائي موالي برش السرطان بالطليعة لأنه كانت أجواء كتير بطيئة كتير فارغة من الأمور والأحداث وأيضا لمواليات برش الحوت يلي كانت المربعات اللي عنده بسبب تأثير الفلمون ما كانت هالأدة مشجعة أو ميسرة سو كيف بدي يكون هيدا نهار لكل الأبراج بلش مع برش الحمل مولود برش الحمل اليوم مع وجود الأمر ببرش السرطان يلي بالنسبة لألك هو البيت الرابع البيت المنزل العيلة الأمور الشخصية الأمور العائلية تدبير الأمور لأنه يوم جمعة كتير من الناس بيجازة أو ناس بتخلص شغلة بكير بتروح بكير عبيوتها لحتى تهتم بحالة أو تشوف شو نواقص أو لوازم البيت والأهل لأنه الأمر اليوم موجود بيه البيت الرابع فبي مربع مع برشك فبدك تحضر حالك تحضر حالك اليوم موليد برش الحمل إلى ضغوط وإلى بعض الانشغالات الإضافية لكن الجوما أنه سلبي لأنه تذكر أنه شمس موجودة ببرش القوس وهناك دعم مستمر لألكم فيها تكون الأوفر حظاً موليد 11, 12 و13 نيسان أبريل وطبعاً هالمربع الفلكي قد يطال جميع موليد برش الحمل فنظموا وقتكم بالنسبة إلى برش الثاور اليوم مولود برش الثاور نهاره جيد ونشيط وبانتظارك عطلة أسبوع عم تركض ركض يعني لأنه فصل شتاء وما منعرف وين أنتوا عم تسمعوني وكيف الأجواء عنكم لكن بقلكم موليد برش للثاور أنه اليوم النهار في عجقة اليوم في عجقة تضطروا بتلاقوا حالكم عم تركضوا كتير معجوئين كتير متطلبات يمكن عم تدرسوا يمكن عم تشتغلوا يمكن عم بتساعدوا حدا يمكن عم بتتنقلوا عم بتسافروا فاليوم النهار عاجق بالنسبة لألكم نظموا كل شي عنكم حتى تكونوا أنتوا مرتاحين لأنه أصلاً مولود برش الثاور منه من الأبراج اللي بيحب ينعجق أو بيحب أنه الناس تستعجلوا أنه يلا 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 ما بيحب فنظموا وقتكن قبل بوقت ونصيحة للطلاب يلي عندوا شي يكتبوا أو يحكيه اليوم النهار ممتاز لذلك الأوفر حظاً فيها تكون 21-22 يمكن نيسان أبريل 10-13 أيار معيو كمل مع برش الشوساء يلي اليوم الأمر منه ببرشه لكن عطاه زخم كتير كبير في اليومين الماضيين وعطاه إشارة أو ضوء أخضر لحتى يتقدم بيشغله وبيعمله وبكل المشاريع اللي حابب بيقوم فيها مواليد برش الشوساء بيكن تنتبهوا أنه الشمس بعدها معاكس تكون من برش القوس وبالتالي الظروف منها الأدة مريحة خاصة أنه نضاف لألة معاكسة من كوكب عطارة وبالتالي طريقة الحكي لعنكم معقول لكم شوي بدى الدوزن يعني بدى fine tuning بجميع الأحوال النهار جيد نشاط مهم انتبهوا لمصاريفكم الأكثر توتراً فيها تكون مواليد 10-14 حزيران يونيو بالنسبة لبرش السرطان ومع وجود الأمر ببرشه كم نبارح بالليل منتصف الليل تقريباً وصل الأمر لبرش السرطان فدخل مولو ببرش السرطان أو بتدخله بمرحلة بنائة مرحلة بتركض بسرعة فيها الأمور وحتى الأحداث أو حتى يمكن بمعنى أنه تلفون فجأة بيوصل وبالتالي بيطلب منكم حركة تفتحوا دغر الإيميل بيجي تلفون بتفتحوا الإيميل بتجاوبوا بتبعتوا بيجعب بيجي يكون الرد في حركة وفي تواصل جيد وهي فترة مثمرة وبعتقد أنه مع وصول الأمر لبرش السرطان الجمعة بعطلة هايدي الأسبوع فيكن تقولوا أنه عطلة الأسبوع هايدي هي كأنها بمثابة بداية لسنة الألفين وعشرين بداية صغيرة زغطورة مني؟ مني بداية لسنة الألفين وعشرين انطلاقة كتير مهمة نحن بمنتصف الشهر حاولوا موالي برش السرطان أن تكونوا فكرة عن ستة الألفين وعشرين مشاريع كل مهمة مشروع واحد شغلة وحدي فكرة وحدي أمل واحد حطوا براسكن لأنه هلأ عم تنطبخ القصة الأمر ببرشكن عنكن طاقة كتير كبيرة لحتى تحولوا الأحلام إلى حقيقة فحضروا حالكم النهار ممتاز الكل محزوز بشكل خاص فيها تكون 22-23 حسيران يونيو بنتقل لبرش الأسد اليوم مولو ببرش الأسد نهاره بيطلب منه أنه شوية هدوء شوية رواء عدم الاستعجال هايدي عطلة الأسبوع بيكون تخلوها كتير كتير رايق الجمعة والسبت تابعوا الأبراج الأسبوعية نصيحة لازم تابعوا الأبراج الأسبوعية والشهرية لكن اليوم النهار يمكن يخربط لكم حساباتكم مشاريعكم سهراتكم ظهراتكم أو يمكن طريقة اللي بتفكروا فيها طريقة اللي بتحكوا فيها هناك نوع من تغييرات بانتظار مولي برش الأسد فمتعشوا حالكم ارتاحوا خصصوا أطلة الأسبوع هاي للراحة التامة فقط لغير الأقل حظا فيها تكون مولي تموز يوليو بنتقل لها برش العذراء يلي اليوم نهاره مفروض يكون نهار أريح بكتير بكتير من الأربعة والخميس اليوم نهار في شوية انفراش في شوية ارتياح في شوية أمل وفي قدرة عند مولود برش العذراء اليوم انه يقدر يتفاعل مع الناس مع الأصحاب مع المعاهل مع ذاته في نوع من قدرة حتى يخترع أمور ويدخل لحياته اشياء جديدة اليوم مولود برش العذراء شخص اجتماعي على الأقل في عنده أفكار اجتماعية ناشطة حلوة يلي بيختر بيبالك اليوم أو بيختر بيبالك اليوم مولود برش العذراء رح بيكون فعلا مفيد للكون وناجح للكون وبيعطيكم نفس أوي حلو كتير بيرد لكم الأمل وهيدا نهار أفضل بكتير من يوم الأحد فانتبهوا 24-28 أب أغسطس 12-16 أيلول سبتمبر فيها تكون الأوفر حصان بالنسبة لبرش الميزان اليوم مولود برش الميزان الأمر الموجود ببرش السرطان هو بالبيت العاشر عندك وعم بيقلك أنه ركز 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 الشمس الموجود مع عطار ببرش القوس بيقلكم تحركوا تحركوا ففي حركة مطلوبة منكن حركة بدأت تكون كتير مهمة الجو كتير مهم يمكن امتحان يمكن لقاء يمكن معنكم شي لكن فجأة تلاقوا حالكم أمام موقف شوي محرج أو مربك فكونوا حذرين ممنوع الغلط اليوم فيها تكون مسألة كتير مهمة لشغلكم فحاولوا ما ترتكبوا أخطاء نهار مهم لموليد برش الميزان الأوفر حظة 24-27 أيلول سبتمبر بنتقل لبرش العقرب يلي اليوم مولوبرش العقرب يرتاح كتير 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 من ضغوط مزعجة وتقيلة من أول الأسبوع مولوبرش العقرب ما رتاح بهيدا الأسبوع وعم بحكي عن الأسبوع من 9 ل 15 ديسمبر رجاء انتابعوا الأبراج الأسبوعية أردي أنا حكي وعطيتكم صورة عن الأسبوع فاليوم مولوبرش العقرب ترتاح ترتاح هناك نوع من دعم لألك انفراج أكتر لألك راحة نفسية وأكتر من هيك في حظ فاليوم بتصبط مع مولود برش العقرب كوكب المريخ موجود ببرشك لتكون كتير حذر ممنوع العجل واستعجال الأمور والتهور والسرعة وتحط حالك بظروف فيها مجازة فيه إذا كنت من مواليد تمانية لعشرة نوفمبر وأيضا اللي بد يكون شوي حذر ستة عشرين سبع عشرين أكتوبر بسبب تأثيرات كوكب ورانيوس بنت إلا برش القوس اليوم مولود برش القوس أنت من الأبراج وأنت من الأبراج اللي بترتاح أنه خي خلصنا من معاكسة كوكب الأمر الشمس وعطار ببرش كن بيساعدوكن كتير بيعطوكن أمل كبير وكأنه في شيء بيزبط معكن عتلانين همه بس بيزبط اليوم الوجود الأمر ببرش السرطان كأنه يعطيكن فكرة أنه أوكي فيكن تعملوا شيء فيكن تضبطوا فهذه الأمور بتزبط مع مواليد برش القوس وبيمشي حالة إذا في من أي توتر تشنج واصل معكن لليوم من يومين السابقين حلو أنكم تشتغلوا عليه وتضبطوا لأنه في مجال كتير وما تتركوا الخطأ يستمر أو المشكل يستمر أو ألكم كونوا جارئين خدوا الخطوة الأولى الأنشط يلي ما بيهدى هو مولود نوفمبر بالنسبة لبرش الجدي مولود برش الجدي ما بعرف إذا أنت سمع الأبراج الأسبوعية وإذا مش سمعها ياريت سمعها اليوم هو من الأيام الصعبة الأصعب بهيدا الأسبوع ويمكن تكون الأصعب بهيدا الشهر وما تقول ما قلتلك أنا نبهتكن وقلتلكون انتبهوا هيدا النهار نهار صعب صعب بيخربط لكم كل حساباتكم ومعقول يحطكم بأزمة أو بمشكل المشكل اللي بيصير معقول يتأزم الجفة يلي بيصير مع حدا من الأشخاص معقول يتأزم انتبهوا على العلاقات اللي عنكن إياها اليوم نهار متوتر أو نهار صعب أو نهار فاشل أو نهار ما في شي بالمرة يعني أهون شي اليوم انه ما في شي ما في شي بمعنى انه ما في مشكل أو ما في خلاف يلي لازم بتعملوا اليوم تنتبهوا على نفسيتكن على مزاجكن لأنه مزاجكن اليوم منه كتير إيجابي فبيكنت تشتغلوا على هيدا النقطة وما تقولوا ليش عم بخبركن ايه عم بخبركن لأنه أنا بعطيكم نوعية الوقت هيدا نوعية الوقت يبقى لكل واحد يكون في ناس كليل رائعة من موالي برشالشادي ما بتهتز ما بيصر لشي لكن يلي اليوم لكن موالي برشالشادي يلي إجمالا عصبيين شوي اليوم انهار مزعج للكون كونوا حاضرين بشكل خاص 9-13 كانون الثاني يناير بنت إلا برشالدلو يلي اليوم مولود برشالدلو نوعا ما عم بيحاول أنه يتخطى مسائل عنده مولود برشالدلو اليوم منهاره بيطلب منه أنه يكون حاضر ناضر من الصبح لابس تيابه لحتى أي زيارة أي تحرك أي مسألة كله بدي يكون جاهز لا يوجد أمور طارقة لكن في أمور تستدعي اليوم مولود برشالدلو على التحرك ونهارك فيكون نهار طويل ونصيحة خلص شغلك قبل الأحد الأوفر حظة نسبيا هي مواليد 13-14-15 شباط فبراير بنتهي لبرشالحوت اليوم مولود برشالحوت في انفراج وطمأنيني وراحة بيل وأمور نوعا ما بتعطيه أمل جديد هناك انفراج هناك يمكن مصالحة بيتصلوا فيكن بيتمنون لكم بيلكون بيقعدوا ع خطركن وبالتالي اليوم مولود برشالحوت هيكي بياخد نفس عميق بيتنهد بيتنفس بيسامح بيبكي شوي لكن ترجع الأمور بتصبط عنده الأجواء مريحة أكتر بكتير من اليومين الماضيين ويمكن حتى يكون في عنده اليوم مولود برشالحوت فرصة لحتى يتفوّ بشغلة أو بمسألة معينة 20-21 شباط فبراير ويمكن هني جميع مواليد شباط فبراير الأكثر حظاً بختم مع مولود اليوم قال له لمولود اليوم أنه بنتظاره سنة سنة ترتيبات ترتيبات لأوراق أوراق جامعة لأوراق مدرسة لأوراق عائلية يمكن أمور إرثية يمكن عم تزبطه بالعائلة عم تبيعه وعم تشتره ويمكن يكون فيه أمور إدارية عم تزبطه معاملات استشفائية وغيرها هذه السنة مهمة نشيطة وهناك متابعة لمسألة واصلة من السنة الماضية كانون الأول ديسمبر ثم كانون تاني يناير نيسان أبريل وقاب أغسطس من أهم الأشهر بودعكم اتمنى لكم نهار كتير حلو وإلى اللقاء باي باي